قيل سابقا كل الطرق تؤدي لروما كان الرومان يستغلون العبيد الذين يحصلون عليهم لبناء الطرق والتي تسهل حركة الجيش ويقال بأنه حتى اليوم كل الطرق والشوارع في الأراضي التي كانت تابعة لامبراطورية روما القديمة تؤدي للعاصمة روما بالنسبة لامبراطور تراجان فقد عرف عنه بأنه كان من أفضل أباطرة في تاريخ روما تراجان كان يؤمن بنفس أفكار الامبراطور الأول أغسطس والذي كان يرى بأن روما هي امبراطورية لن تقوم إلا بالتمدد والتوسع لهذا كانت امبراطورية روما في حكم تراجان هي الأكبر من ناحية المساحة التي تحكمها وبعد 19 عام من الحكم توفى تراجان في عام 117 ميلادية وصل حكم روما خلال حكم تراجان من اسكتلندا حتى أراضي في إيران ولكن بعد وفاة تراجان خلفه امبراطور لم يشاركه الأفكار والمعتقدات التي آمن بها الامبراطور كما عرفنا سابقا حل ما سمي بعهد السلام الروماني منذ عهد الامبراطور أغسطس وهذا العهد كان مستمر حتى بعد وفاة تراجان لكن الأمور لم تكن مستقرة بشكل حقيقي وصل للحكم بعد تراجان الامبراطور هادريان والذي وجد بأن أراضي روما شاسعة بشكل من المستحيل حكمها فمثلا لو قامت ثورة في أقاص حدود روما الخبر لن يصل لأهل روما إلا بعد أسابيع والقرار لن يصل لأرض الثورة إلا بعد أسابيع أو حتى أشهر العاصمة كانت منظمة وبها قوانين صارمة ولكن كثير من الأراضي لم تحظى بهذا الأمر كان الحفاظ على استقرار كل أراضي الامبراطورية أمر يكلف الامبراطور وقت وجهد عظيم هادريان كان يرى بأن كبر مساحة روما هي عبة حقيقية على الامبراطور ولكنه لم يملك الوقت لاتخاذ أي قرار حيث أن عهده كان محصور في محاولة استقرار الامبراطورية فكان دائم السفر للتأكد من أن دفاعات حدود روما قوية قدم هادريان أحد أعظم إنجازاته في بريطانيا حيث أقام جدار ضخم مخصص للدفاع عن أراضي روما في بريطانيا كان جدار هادريان يمتد من الساحل للساحل في مساحة جغرافية تقدر بمئة كيلومتر الهدف الرئيسي من الجدار لم يكن الدفاع العسكري فقط ولكن أيضا التحكم بطريق التجارة بين بريطانيا وأوروبا ليكون مثال حقيقي على عظمة روما توفى الامبراطور هادريان في عام 138 بعد أن وضع حد لتوسع روما صحيح أنه لم يقم بشكل فعلي بإيقاف أو إلغاء فكرة التوسع لحدود روما ولكن الفكرة بدأت من عهده وتناقلها سلفة وكان من أهم المتحمسين لهذه الفكرة الامبراطور أنطونيوس بيوس والذي كان ابن هادريان بالتبني وفي عام 138 ميلادية بعد وقت قصير من وفاة هادريان توسع أنطونيوس بيوس في بريطانيا ومن أصبح جدار هادريان غير مفيد أرسل الامبراطور الجديد حملة عسكرية شمال سكوتلندا وبعدها بنا جدار جديد أصغر حجما وأقل جمالا وقوة من جدار هادريان هذا التحرك لم يكن ناجح رغم الانتصار في المعارك فالأرض التي حصل عليها الامبراطور كانت أرض قاحلة وغير مفيدة ولهذا خسر بيوس الأراضي التي كسبها بعد وقت قصير برغم أن هذه الحرب كان عهد بيوس عهد سلام واستقرار ولم تقم أي حرب حقيقية في عهده وعند وفاته في مارس من عام 161 انتقل الحكم لأبنائه بالتبني أنطونيوس فاريس وماركوس أوريليوس أوريليوس في التاريخ يعرف باسم الفيلسوف الأمبراطور وكتب التاريخ تضعه خامس الأباطرة المؤرخين هذا العهد لم يكن عهد مستقرك سابقه ففي الشرق انتلعت حرب ضد بارثيا فاتطر الروماني إرسال جزء من الجيش شرقا لإيقاف بارثيا وقاد الجيش لوسيوس فيروس وبقى أوريليوس في روما وهنا شعرت القبائل الجرمانية بتحركات الجيش وعلمت بأنها فرصة جيدة للهجوم على حدود روما لكن رغم قلة الجيش الرومان استطاعوا صد هجوم الجرمان وأيضا استطاع الرومان الانتصار في بارثيا وعاد جيش فيروس لروما منتصر ولكنه كان يحمل معه الطاعون الذي أنهك الامبراطورية لخمسة عشر عام قيل بأن جيش روما القادم من الشرق من بارثيا هو السبب دخول الطاعون والذي لقب بطاعون أنطوني لأوروبا هذا الطاعون استمر لخمسة عشر عام وقتل عشر سكان الامبراطورية وربع سكان مدينة روما بنهاية حرب بارثيا انتهى الصراع العسكري وبدأ المرض ينتشر في روما القبائل الجرمانية أرادت استغلال وضع روما فبدأت بالهجوم على روما من الشمال في عام 166 ميلادية بهذه الجرأة من القبائل الجرمانية انتلعت حروب الماركومينك وفيها واجه الرومان اتحاد من القبائل الجرمانية والساركاثية وكانت هجمات مكثفة من قبل الجرمان وبه انتهى ما سمي بفترة السلام الروماني وفي عام 169 توفى لوكس فيروس بسبب الطاعون ليتروك لماركوس امبراطورية متعبة من الطاعون وعلى صراع مستمر ضد الجرمان كان الرومان يصفون الجرمان بأنهم قبائل بربرية غير متحضرة لكن في وقت هجومهم على روما في القرن الثاني الميلادي كان الجرمان قد تطوروا وحصلوا على العلوم العسكرية وطوروها بسبب احتكاكهم بالرومان وقت الحروب ووقت السلم وفي عام 170 هجم الجرمان تحت قيادة الملك ماركوني الرومان في معركة كورينثيوس والذي تسببت بمقتل 20 ألت من الرومان لتكون اسوأ هزيمة يعرفها الرومان منذ غابة تويتبورغ بعدها اصبحت ارض روما سهلة على الجرمان فهجموا على شمال ايطاليا واراضي بلاد الغال وحتى بعض الجزر اليونانية فاصبح ماركوس اوريليوس مهووس بواجباته العسكرية حتى انه في احدى حملاته العسكرية كتب اهم الكتب في التاريخ الروماني والذي يحمل اسم التأملات هذا الكتاب لا يزال يحظى بشعبية حتى اليوم خاض اوريليوس ثلاث حروب ضد القبائل الجرمانية سميت بحروب ماركو مينيك الاولى والثانية والثالثة واستمرت ل 14 عام مع الصراع ضد الجرمان انتلعت ثورة في مصر واستطاع خمدها رغم انه مرض في هذه الحملة كما انه ايضا تعرض لمحاولة انقلاب من قبل احد الجنرالات رغم كل هذا نجح اوريليوس وقيل بانه المنقذ لروما ولكنه قام بخطوة تسببت في انهيار كل نجاحاته السابقة وذلك باختياره ابنه كوميدوس كخليفة له قد تكون قد سمعت عن ماركوس اوريليوس وكوميدوس فهم كانوا جزء من اشهر فيلم حول روما القديمة وهو فيلم The Gladiator والذي عرض في عام 2000 لكن ما عرض في الفيلم كان في الواقع خيال ولكن الجزء الواقعي في الفيلم كان شخصية كوميدوس والذي كان قد تم تصويره في الفيلم كطاغية حقيقية قال كاسيوس تيو عن الامبراطور كوميدوس كوميدوس استطاع تحويل روما من مملكة من الذهب لمملكة من الحديد والصدى توفى الامبراطور ماركوس اوريليوس في عام 180 ميلادية وبموته انتهى بشكل رسمي فترة السلام الروماني وانتهى عصر الاباطرة العظمى الملاحظ في الاباطرة الخمس العظمى بانهم كانوا ابناء بالتبني وهذا لم يكن بالصدفة بل الاباطرة في روما القديمة كانوا يختارون اعظم الرجال او من يجدونه شخصية ناجحة ويتبنوهم ولكن هذا الامر لم يكن في حال كوميدوس فقد كان الابن الشرعي لأوريليوس والذي اثبت بانه غير مناسب لمنصب الامبراطور كان كوميدوس غير مهتم باي من مهام الامبراطور في التاريخ ظهرت قصص مختلفة عن كوميدوس وكثير منها كانت عبارة عن خرافة ومبالغة ولكن كتب التاريخ متفقة على كون كوميدوس طاغية وغير مؤهل عند وفاة أوريليوس كان الجيش الروماني منتصر في كل الجبهات ورغم كل هذا لم يكمل كوميدوس نجاحات والده ولكنه صدم الجميع بتوقيع معاهدات سلام مع كل الاعداء وايقاف كل الحملات العسكرية هناك من يصف كوميدوس بانه كان مختل عقليا بعد توقيع معاهدات السلام عاد كوميدوس لروما وانغمس في حياة البذخ والحفلات الصاخبة لكن كوميدوس كان مهووس بألعاب الحرب وقتال العبيد في مسرح الكوليسيوم تعرض كوميدوس لأكثر من محاولة اغتيال بل أن أحدها كانت بدعم من أخته ليجن أكثر مع الوقت ويصبح أكثر أنانية وفساد وفي يوم أعلن للعامة بأنه تجسيد لهرقل بل وأنه أصدر قرار بتغيير اسم الامبراطورية لتحمل اسمه وتكون كوميديانا ويعلن عن تغيير أسماء الأشهر لتحمل معاني مشتقة من اسمه صبر مجلس الشيوخ على كوميدوس لأعوام ليقرروا أخيرا اغتياله فيتم قتله غرقا في ديسمبر من عام 192 ميلادية لكن كل ما قام به كوميدوس كان سبب في بداية الانهيار للروما العظيمة وبعد مقدر كوميدوس وصل للحكم خمس أباطرة في عام واحد ليسمى عام 193 ميلادية في عام الأباطرة الخمس خلف كوميدوس الامبراطور بيردونوكس وكان عسكري ناجح ولكن بعد ثلاث أشهر فقط قتل من قبل قاتة الجيش لرفضه دفع الرشاوي للحصول على دعمهم حرس الامبراطور خافوا من ردة الفعل بعد مقتل الامبراطور وعدم تحديد خليفة له فقاموا بخطوة غريبة قاموا بعرض منصب الامبراطور للبيع بينهم قبل وصول الخبر مقتل الامبراطور بيردونوكس ليفوز بالمزاد جوليانوس كان جوليانوس شخصية غير محبوبة أبدا بل أن وصوله للسلطة اعتبره الكثير نكتة لهذا ظهر ثلاث رجال أعلنوا أنفسهم أباطرة في تحدي لجوليانوس لتندلع حرب أهلية في روما الحرب كانت بين الامبراطور جوليانوس وبرسيغنوس نايجر وكلوديوس ألبينوس وسيفتينوس سيرفوس وفي يونيو استطاع سيرفوس قتل الامبراطور جوليانوس والانتقام من قتل الامبراطور السابق وبهذا انتهت الحرب الأهلية حيث واثق سيرفوس على الحكم المشترك مع ألبينوس بالنسبة لنيجر فقد خسر معركة بالقرب من الأناظول في عام 194 ميلادية وتم إعدامه لكن الوضع لم يكن مستقر فاندلعت حرب أهلية أخرى هذه المرة بين سيرفوس وألبينوس هذه الحرب استمرت لثلاث سنوات لتنتهي أخيرا في عام 197 ميلادية منتصار سيرفوس ليسيطر أخيرا على عرش الامبراطوري ويسيطر على روما ويحكمها لمدة 14 عام خلال عهده قاد حملتين عسكريتين الأولى ضد بارثيا والثانية ضد كالدونيا وفي عام 211 توفى الامبراطور في كالدونيا حملات سيرفوس العسكرية كانت فاشلة ونتيجة لذلك خسرت روما أراضي ضمن الامبراطورية قبل وفاته دعا الامبراطور أبنائه وقال لهما كونا متناغمين وأغرق الجنود بالذهب كان ابناء الامبراطور هما كاراكولا وقيتا ترك سيرفوس الحكم لابنيه ليكونوا مشاركين في الحكم ولكن كان هناك عداء بين الشقيقين وكانت هناك محاولات للصلح بينهم اقتراح لتقسيم الامبراطورية بينهم وبعد عام من وفاة الامبراطور قام كاراكولا بقتل شقيقه قيتا أمام أعين والدتهم ليكون الامبراطور الأوحد استمر عهد كاراكولا لست أعوام ووصف بأنه حكم استبدادي انتشر في عهده القتل والإعدام بل وحتى المذابح الجماعية ولكن في عادية أيضا أعلن كاراكولا بأنه سيتم منح الجنسية لكل شخص حر داخل الامبراطورية وهو من حسنات الامبراطور وخلال حملاته العسكرية ضد بارثيا قتل كاراكولا في عام 217 من قبل جنوده ليخلفه مارتينيز والذي خطط لقتله مارتينيز ورثة امبراطورية مثقلة بالمشاكل وكانت الحرب ضد بارثيا حرب فاشلة أيضا لهذا اضطر مارتينيز للتفاوض والتوقيع معاهدة سلام بعد ذلك واجه مارتينيز مشكلة أخرى وهي قيمة العملة الرومانية بسبب بذخ الأباطرة السابقين كانت عملة روما أصغر وكمية الفضة التي تستخدم في صناعتها تقل فالأباطرة كانوا يطلبون صناعة العديد من العملات من أجل تمويل مشاريعهم غير المفيدة والمضرة للامبراطورية كان سعر العملة مشكلة حقيقية ناقشها كثير من النخب في روما ولكن لم يهتم أي امبراطور بالأمر لهذا لم تكن الأزمة الاقتصادية التي حلت بروما في عهد مارتينيز أزمة مفاجئة لم يملك مارتينيز الوقت لحل هذه المشاكل في حكمه لم يكن طويل حيث تم اغتياله من قبل أنصار كاراكولا بعد عام واحد من حكمه ليصل للحكم إليقابيلوس والذي يقيل بأنه ابن غير شرعي لكاراكولا إليقابيلوس كان يبلغ من العمر 15 عام فقط عندما وصل للعرش وكان قبل وصوله للعرش كاهن لمعبد إله الشمس إليقابيلوس كان شخصية غريبة للغاية أثبت الامبراطور الشاب منذ أول يوم له في الحكم بأنه غير مناسب أبدا لحكم روما كان مهتم أكثر في مهامه ككاهن من كونه إمبراطور ولكن الأغرب أنه كان يرفض بأن يقال له اسم ملك أو أي وصف ذكوري وكان يصف نفسه بأنه ملكة لروما رغم كهنوته لكنه كان يعيش حياة من الفجور الشاذ مع الرجال وكانت أغلب الممارسات الجنسية التي يقوم بها الإمبراطور تكون على مرأة من حرسه وهذا أدى في النهاية لاغتياله على يد الحراس وهنا قامت جدة الإمبراطور والتي قيل بأنها أمرت باغتيال الإمبراطور بتعيين حفيدها الآخر سيرفوس ألكسندر والبالغ من العمر 14 عام فقط كإمبراطور في عام 222 ميلادية حكم ألكسندر لمدة 13 عام وأخيرا عاشت روما في استقرار بعد الفوضى قيل بأن حكم ألكسندر كان ناجح بسبب تأثير جدته وأمه الذين أشرفوا على تصرفاته لكن هذا الاستقرار كان مؤقت فبعد وفاته عادت الفوضى لروما وفي عهد ألكسندر برز عدوين لروما ففي الشرق برزت الإمبراطورية الساسانية الفارسية والتي كانت تحت حكم أرديشل الأول استطاع الملك أرديشل إعادة كل الأراضي الشرقية من الإمبراطورية الرومانية والتي كانت أساسا تابعة للفرس وإنهاء حكم روما على الشرق حاول ألكسندر التعامل مع الفرس ولكن في الغرب استغلت القبائل الأوروبية الأمر وهجمت على حدود روما في البداية حقق ألكسندر نجاح ولو بسيط ضد الفرس ولكنه فشل في التعامل مع عداء الشرق والغرب اقترحت أم الإمبراطور التفاوض مع القبائل الأوروبية وتوقيع معاهدة سلام معهم لكن جنود ألكسندر كانوا قد أنهكوا من الانتقال بين الشرق والغرب وبعضهم صدم بأن أراضيه ومنزله قد نهب من قبل القبائل التي يتفاوض مع الإمبراطور لسلام رفض جيش ألكسندر التفاوض مع القبائل وانتشر بينهم بأن الإمبراطور ضعيف وتحت صيدرة والدته لهذا اقتيل الإمبراطور ألكسندر ووالدته في عام 235 ميلادية لتدخل روما فترة فوضى حقيقية استمرت لستين عام بها انكمشت حدود روما وعم الفوضى في كل مقاطعات روما شكل مقتل ألكسندر بداية ما عرفه في التاريخ باسم أزمة القرن الثالث والتي استمرت لخمسين عام نلتقي في الجزء السادس شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجب محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة